أهلا بكم من جديد جددت مصر تأييدها لمقترح تقدم به السودان من أجل تطوير آلية مفاوضات سد النهضة الذي أقامته إثيوبيا وتمضي في ملئه وسط خلاف مع دول الجوار التي تخشى التأثير على حصتها من المياه ويشمل المقترح تكوين لجنة رباعية دولية تضمن كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب الاتحاد الأفريقي ودف هذه اللجنة المقترحة والتوسط في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي تحت رعاية أشراف الرئيس الكونغوبي وشددت اللجنة السودانية على رفض اتجاه إثيوبيا لتنفيذ الملء الثاني لمحيرة السد قبل التواصل الآلية تنصيق مشتركة بين البلدين وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مباحثاته مع منصق خلية العمل المعنية برئاسة الكونغو الحالية للاتحاد الأفريقي إن الهدف الأساسي من دعم مصر لهذا المقترح هو دفع المصاري التفاوضية قضما ولمساعدة الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاق المنشود في أقرب فرصة وينضم إلينا عبر خدمة سكايب دكتور خيري عمر أستاذ العلوم السياسية في جماعة سكاريا دكتور خيري خلينا نبدأ من بيان وزارة الخارجية اليوم يعني إيه قرأتك للبيانة وفي رأيك أيضا لأي مدى بتعاول مصر على الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو لعودة المفاوضات مرة أخرى هي مصر بشكل عام هي منفتحة على المصاري التفاوضي وتحاول أن يكون هذا السلوك هو الطريق الوحيد أو الطريق الأساسي لحل الخلافات أو التسويات حول سرد النهضة وأعتقد أن الظروف في المستقبل يمكن أن تساعد على هذا المصار وخصوصا إذا ما رعينا أن هناك فروقا بين أداء دولة جنوب أفريقيا ودولة الكونغو حيث أن دولة جنوب أفريقيا لم تكن بدورها كوسيط بل كانت تحاول أن تفرد أفضاع معينة لا تقبلها مصر أو السودان في بعض المراحل وكانت تميل دائما إلى التفسير الإسيوبي للإطار على المبادئ فيما عاد ذلك أن الكونغو منذ البداية يمكن أن تأخذ موقفا مختلفا يقوم على تبني رؤية فتاحية بترفيع أو تربية الاقتراح الخاص بإضافة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومرقبين آخرين بحيث يكون لهم دور مختلف دور فاعل في ضمان أو توفير حلول مناسبة للحل وبالتالي أعتقد أن قراءة البياد المصري هذا المقترح للمقترح السوداني هو تأخذه من قبيل أنه يمكن أن يفتح أفاقة مختلفة تحد من الاتراض الإسيوبي أو التعامل الإسيوبي في التعامل مع مسألة المياه أو الاحتجاج بحق السيادة على نهر العلاني الأزرق أو السيادة على سد النهضة بحت ذاته يعني أعتقد أن كل هذه الأمور يمكن أن تفتح اللقاش مرة أخرى حول حكية المادة عشر من الإعلان الإطاري بحيث أن الفكرة هنا في اللجوء إلى أطراف أخرى خارج أطراف الاتفاق يمكن أن تتم حسب المصلحة أو الحاجة السياسية إذا ما توقفت عملية التفاوض أو فاشلة بتقادي أنه إذا ما استمرت المفاوضات على هذا النحو من التباعد بين الأطراف المختلفة فإن الإعلان الإطاري قد لا يكون كافيا للتعامل على سد النهضة بحيث أن الافتراق المواقف يمكن أن يضعف أو يخرج تخرج به الدول بتفسيرات مختلفة للمواد واحد وخمسة وعشرة بحيث أنها يمكن هنا أن الاتفاق يوجد غير ذي معنا تلا أن المشكلة الأساسية هنا أن الحفاظ على الاتفاق وتطويره ويكون نص أكثر مرونة لتلبية حاجات كل الأطراف في التنمية وفي المصالح المشترك طب دكتور خيري يعني لو تكلمنا عن موقف إثيوبيا موقف إثيوبيا طوال الوقت كانت بتقول أنها ماضية في خطتها في بناء السد وهي بالفعل خلصت أكثر من 78% من عملية البناء وماضية في جدول الزمني المتعلق بالمال الأول زي ما كلنا شاهدنا والآن أعلنت لليوم مرة أخرى بتكرر مرة أخرى أن هي ماضية في الجدول الزمني للملء الثاني وقالت أنه ليس هناك أي ربط ما بين الملء الثاني وما بين العملية التفاوضية يعني بتعارض طلب المصري السوداني أن المفروض لا يتم الملء الثاني قبل التوصل إلى اتفاق يعني بوجد نظر واقعية جدا هل في إيد مصر والسودان الآن أوراق ضغط تمنع إثيوبيا من الملء الثاني هي بالنسبة لأوراق الضغط يمكن ممارستها من جانبين الجانب الأول هو أن يقوم لتعادل إفريقي بعادة تعديل أو إجراء فتح مصارات للتفاوض حول الخلافات بين هذه البلدان السلاس وخصوصا أن الكنغو هي ضمن دول حوض النيل وبالتالي هنا إذا أعتقد أنه يمكن أن تكون أقرب لتفاهم هذه المشكلة وإذا ما استطاعت الكنغو أن تحضر أو تشرك أطراف دولية أخرى كمراقبين أو حتى يقوموا بدور تسهيلات تفاوضية فهذا يمكن أن يكون إنجازة أما إذا عجزتها من ذلك فإن المسار الآخر هو أن يريد التبعب بين الدول السلاس سواء كانت السودان ومصر المتقاربين في الموقف أو غيره فأعتقد أن الحلول سوف تكون غير ملائمة ولا تدعم الاستقرار في هذه البلدان السلاس بمعنى أن الاستقرار العلاقة فيما بينها سوف يصبح على المحك وخصوصا أنه إذا ما أقدمت أسيوبيا على السير الانفراضي في مشروعها في احتباس المياه والتصرف بشكل منفرد أعتقد أن المشكلة سوف تتفاقم مع مصر خصوصا وأعتقد أن مصر يمكن أن تتخذ مسارات أكثر خشونة في هذا المسار الجانب الثاني هو أن التوتر أو النزاع الحدودي بين أولي هي النزاع الحدودي هو النزاع على سيطرة على إقليم خصب ومزارع بالتالي هنا أن هذا النزاع يمكن أن يأخذ مسارات غير مضمونة للعواطف وخصوصا إذا منطلعت الحرب بين الطرفين يعني هناك محاولات الوساطة من دولة جنوب السودان لكن المسارات الحالية وطريقة تعبية البنود وغيرها والاستعادات الأسعادات الأسعادية ووجود الجيش السوداني في المنطقة التي تخضع لسحادته نلاحظ أن المشكلة سوف لا تحل بسهولة وبالتالي هذا ما يمثل عقب طرفيا على الخلافات حول سد النهضة من هنا أعتقد أن سير الأسيوبيا في الملء الثاني والإجراءات الإنفراضية سوف لا يساعد على أن تكون العلاقات بين الدين بين هذه الأطراف السلاسل وأعتقد أنه إذا بقدر ما أنهم دلعت حرب بين أو معاشرات حرب بين أسيوبيا والسودان يمكن أن تنتلح حرب أيضا تكون من أصد طرفين فيها بالتالي هنا القضية ليست سهلة أو أن هذه الموارد لا صعب التلاعب بها أو أنها يمكن استخدامها في أمور في مساومات قد تضب بتركيبات سكانية أو تضرب بوارد دول الأخرى ذلك أنا أعتقد أنه في ظل تركيبة دولية معينة سواء من الاتحاد الأوروبية أو الولايات المتحدة وإلى حد ما ممكن أن يحدث نوع من الضغط أو الإكراه على أن تتأخر على أن يكون الاتحاد أن تكون السياسية السياسية يعني أقل حدة وأقل اكثراتا في هذا الشعب وخصوصا أنها فكرة السيطرة على الناحق أو الأزرق أو الاحتباس كميات كبيرة من المياه فلسة عملية سهلة من أحيات فلية آية من أشكرك كنتم عبر خدمة سكايب دكتور خيري عمر أستاذ العلوم السياسية في جماعة سكارية شرفتنا يا دكتور خيري